موسيقى حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا خرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤته أجرا عظيما عشرات الآيات القرآنية تتضمن معنى القتال ونزلت في ضرف زمني معين وبإشراف الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام فهل نزلت هذه الآيات في مقاتلة المسلمين أو أهل الكتاب أو البشر جميعا أم أنها مرتبطة بوضع خاص وفي مرحلة زمنية معينة وهل يجوز استصحابها على الراهن الإسلامي لتكون منطلقا فكريا للتكثيريين وهم يقتلون بموجبها المسلمين وأهل الكتاب أو من خالفهم في الرؤية المذهبية وحتى العقدية ألم يقدس الإسلام الروح الإنسانية وبناء عليه نص فقهاء الإسلام على القاعدة الشهيرة محتاط علماء الإسلام في شيء مثل محتاطه في الدماء فصل المقال في آيات القتال محور حلقة اليوم من برنامج ألف لاميم ويشاركنا في النقاش من القدس العالم الإسلامي الجليل الشيخ صلاح الدين بن براهيم ومن مصر الدكتور محمود خليل أستاذ الإعلام والصحافة بكلية الإعلام ومدير داعة القرآن الكريم وضيفنا هنا في الاستيديو عضو المجلس المركزي في تجمع العلماء المسلمين الشيخ العالم شريف ظاهر مرحبا بكم جميعا شيخنا الشريف استمعت إلى هذه الآيات القرآنية التي تجدها في خطاب التكفيريين وهم يجزون الرقاب ويدبحون من الوريد إلى الوريد كلما تجادل أحدهم يقول لك كتب عليكم القتال وهو كره لكم يتلو عليك قوله تعالى ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وكأنه يفسر القرآن من تلقاء نفسه ويأخذ هذه الآية ويطبقها حسب هواه هل هذا المنطق مقبول في نظرك أكيد هذا المقال الذين يقولون به ويعملون به خارج عن أساس الذي جاء به القرآن الكريم من رب العالمين لأن القرآن الكريم هو دستور هذه الأمة وهو مرجع ودعام كبرى فالله سبحانه وتعالى لا يوجه بهذه الآيات قتال المسلمين في بينهم أو التكفير في بينهم إنما يوجه المولى سبحانه وتعالى القتال لمن هو أعداء الإسلام صحيح إن كان ذلك كذلك فما بال هؤلاء يفسرون هذه الآيات كما يريدون فهؤلاء بعدين كل البعد عن المعنى الحقيقي لهذه الآيات في القرآن الكريم من هذا المنطلق أقول أن العالم الإسلامي اليوم ابتلي بأنصاف الفقهاء ابتلي بالجهل الذين تصدوا للمنابر وللخطابة الإسلامية وكلما يريدون فعلا سيئا ناقصا فعلا دمويا يستنبطون آية من هنا ويقتبسون من آية من هناك ويفسرونها التفسير الذي يريدونه هل التفسير في علم الثقافة الإسلامية هل المفسر يجب أن يحظى ويتميز بشروط معينة نص عليها المشرع الإسلامي القرآن الكريم فيه آيات بينات نيرات واضحات كما جاء عن الإمام البغوي أخرجه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول القرآن الكريم على خمسة أوجه الأول الحلال ما أحله الله والثاني حرام ما حرمه الله والمتشابه ومحكم وأمثال فأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا فأحلوا الحلال وحرموا الحرام وعملوا بالمحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال لو أخذنا هذه الوصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقناها كما جاء القرآن الكريم في هذه الآيات الواضحات النيرات لما وصلت هذه الأمة بما يفسرونه خارج عن قاعد الأساس التي جاء بها القرآن الكريم الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله هذه الآيات القتالي الموجودة الذين يعتدون على هذه الأمة من أعداء هذه الدين يدافعون عنفسهم وعن مقدساتهم ولو نظرنا إلى ما يوجد في فلسطين أليست مختصبة أليس القدس محتل ويدنس من الصهاينة ألا يفكرون في تطهير المسجد الأقصى من خلال ما يفعلونه من هذر أخيه المسلم الذين يعملون به وهذا حرام في شرع دين الله الإسلام ومن هذه الحرمة إلى الحلية في القاهرة إلى الدكتور محمود خليل الدكتور محمود خليل للأسف الشديد بتلي العالم الإسلامي اليوم بأزمة التكفير وآيات القتال إن صح التعبير وبات كل من هب ودب في تجويز قتله للمخالف للآخر للمسلم لأهل الكتاب يستخدم آيات القتال التي نزل اتباعا على رسول الله دون أن يأخذ بعين الاعتبار خاصية الآية أو ارتباطها بمرحلة زمنية معينة أو أن لها تفسير خاص فيقول هذا التكفيري أنا أقتل لأن الله قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم هل هناك في نظرك شبه مفاهيمية في هذا الخطاب التكفيري هل استعان بالقرآن وحوله إلى بوهتان انعكس سلبا على استقرار وعلى قوة المسلمين وتماسكهم أيضا حياك الله وحيا ضيفك الكريم أنت سألت وأجبت وأنت أجملت وفصلت حياك الله ليست المصيبة وللبلية في وجود آيات القتال ولا فرضية أو وجوب القتال في القرآن الكريم فالجهاد شريعة ماضية إلى يوم القيامة وما ترك قوم الجهاد إلا ذله لكن تبقى البلية العظمى والمصيبة والطامة الكاملة حين يؤول القرآن من خلال الجاهلين أو المبطلين أو المزيفين المنحرفين كأن حيان حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل عصر عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين هذه الطوائف التي تتمحل بالقرآن أو التي تحتال وتدخل على القرآن بغير عدة هناك من السنة والشيعة وحتى من الفرق الضالة مبادئ لا يمكن أن يتخطاها أو يتعداها أحد من هذه المبادئ لا يجوز تفسير القرآن الكريم إلا في ضوء القرآن الكريم نفسه فالقرآن يرد محكمه إلى مفصله وخاصه إلى عمه ومكيه إلى مدنيه والنهار إلى الليل والمدني إلى المكي كما قلنا والمتشابه إلى المحكم كذلك لا يجوز تفسير أي معنى أو أي حكم من أحكام القرآن ولو كان مأخوذا من كلمة واحدة أو من حرف واحد إلا في ضوء السياق والسباق واللحاق السياق الذي وردت فيه والسباق الذي آلت إليه واللحاق الذي تقول إليه ثلاثة لا يجوز تفسير القرآن ولا الدخول عليه أبدا إلا في ضوء اللغة العربية بما يحتمله نحوها وصرفها وبلاغتها بما تقول إليه من دلالات ومجاز لأن الله عز وجل يحذرنا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب دكتور محمود بعدها على طول ربنا عفوا عفوا بعدها على طول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف المعاد دكتور محمود شرت إلى أن الراسخين في العلم هم وحدهم من يملك ناصية تفسير الكتاب لكن عندنا اليوم ظاهرة ظاهرة الراسخين في القتل الراسخون في القتل في خط طنجة جاكرتا عندما نناقشهم على الهواء مباشرة أو من خلال الجلسات الخاصة تجدهم يستعينون ببعض الآيات دعني أذكر لك بعضا منها وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا خرجنا من هذه القرية الظالم أهلها أو فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم لماذا هنا الراسخون في القتل اعتبروا أن هذه الآيات نزلت في المسلم المخالف المسلم الذي لا يلتزم بالشريعة الإسلامية ولا ينفذ الأحكام الشرعية أو المسلم الذي لديه مذهب معين أو عقيدة أخرى وبالتالي هذه الآيات تلزم هذا المكفر الراسخ في القتل أن يدبح من الوريد إلى الوريد أين الخلل دكتور محمود أين الخلل في نظرك عموما أنا أحييك على لغتك البلاغية العالية وأنا أقرض الشعر ولي عشر الدواوين أحييك لكن أتحفظ شرعيا على هذه اللغة السياسية الساخنة فإن خط طنجا جاكرتا يمر بالمدينة المنورة ومكة المكرمة ويمر بالمقدسات والعتبات المقدسة أتحفظ على هذا التعبير وإلا خط طنجا جاكرتا يتقاطع مع خط غانا فرغانا فأين المسلمون إذن؟ لكن دكتور محمود يبدو أن الخط السائد هذه الأيام خط السكين والفأس يعني صرنا بين السكين والفأس منحني فرصة يا أخي تفضل تفضل إذن خط غانا فرغانا أو خط طنجا جاكرتا وزيد على هذا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدينه كله لله أنا يا أخي كنت أخطب في أحد المساجد الشهيرة في شرق القاهرة وكنت مصاب بمجموعة من التكفيريين وقاتل هؤلاء قريبين من المسجد الذي أخطب فيه ما يخلو أسبوع كل أسبوع يجب لي كتيب كده تفضل إعلام الرعية في وجوب القتال عند أفراد الرعية إعلام الأنام في وجوب القتال بغير إمام الأسبوع اللي بعده الأدلة الشرعية على وجوب القتال على أحد الرعية وهكذا وهكذا أيها الأخ الكريم الحقيقة هذا السؤال في حاجة إلى مجلدات لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله التفسير هو علم العلوم علم العلوم حتى ورد أن من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ لابد إن كنت قائلا فالصحة وإن كنت ناقلا فالدليل والقرآن الكريم هو جماع العلوم البلاغة والتفسير والنحو والصرف والمجاز وكل علوم القرآن يقولون أنها بلغت مئة علم تصب في علم التفسير ولذلك لا يجب أن يطرق باب التفسير إلا كما قلت سيادتك الراسخين في العلم لكن الوقيع الكبرى والطامة العظمى أن نقع في أسر التفسير المذهب الضيم يعني التفسير السياسي للقرآن لا مانع سيد قطبة أخرج تفسير استراتيجي سياسي الكاشاني له تفسير سياسي ابن عباس له عبارات يفهم منها سياسي محسن الكاشي له تفسير سياسي مرحبا بالتفسير السياسي لأنه يعطي أفق استراتيجي التفسير العلمي مرحبا بالتفسير العلمي مثلا وفي عصرنا من أعظم كتب التفسير العلمي الجوائر الطنطوية للعلامة طنطاوي جوهري شيخ شيوخ دار العلم مدرسة دار العلوم لكن انظر إلى الضيق المذهبي ترى مثلا في الجزيرة يحرم مذهبيا تعاطي أو تناول أو تداول التفسير العلمي الرائد القائد للعلامة طنطاوي جوهري الذي رشحه المسلمون يوما لجائزة نوبل إذن الضيق المذهبي ضيق الأفق السياسي كذلك أيضا الإسقاط السياسي المذهبي الضيق يعني مثلا هناك فرق ظل أجمعت الأمة شيعتها وسنة علنا خارج أهل الحل والعقد خارج كل من رضي بالله ربا والإسلام دينا يسقطون بعض هذه الباطنيات الظلامية الضيقة على القرآن من الأمس خارج مكفر اليوم ويعني كل منهم يمدد بسانة عبارة استراتيجية من الأمس خارج مكفر اليوم دعني أنقل هذه العبارة إلى الإمام الكبير إلى العلامة المقدسي إلى الشيخ صلاح الدين بن إبراهيم شيخ صلاح الدين بن إبراهيم كنت أتمنى أن أبدأ بك لكن لو لا الخلل التقني لكن بالتأكيد استمعت إلى هذه الأراءة جميعا اليوم انتشر في العالم الإسلامي فقه القتال والمقاتلة فقه الذبح والمذابحة فقه جز الرقاب والشيها كما حدث في بعض الأمصار ماذا تقول في كل هذا وذلك علامة القدسي الشيخ صلاح الدين بن إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وحيا المسلمين ورحم المسلمين وكفى المسلمين وتولى المسلمين وهدى المسلمين أقول أن الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وأقول ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم حين دعيت إلى هذا بلغني أن عنواناً للمقام والمقال فصل المقال في آيات القتال صحيح وهذه دعوة مباركة أن يسمعها المسلمون الحق وأنا أشد على كل فضاء ينفع المسلمين ويحدثهم بما ينفعهم فصل المقال في آيات القتال فصل المقال كله في كل أمر الدين أن القول ما قال الله وقال رسوله أن الحكم المحكم إنما هو النص المنزل من الوحي من الكتاب وما نطق به النبي الذي يوحى إليه أما ذاك المؤول هوى ورأي فليس من الدين في شيء وأريد أن أخفف عن المسلمين ضرن الرأي وهيبة المشيخات الذين قالوا بآرائهم ما أبطلوا به الوحية فلا تعظموا أحدا بين يدي الله ورسوله ورب العالمين ما قتل المسلمون إلا بتعظيم غير الله وغير رسول الله اختلفوا على الكتاب فقاموا عنه بالدم قال عليه الصلاة والسلام مراء بالقرآن كفر اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه هذا القرآن فما بالكم بالملك إذا قال عليه الصلاة والسلام إذا اختلفتم في القرآن فقوموا عنه الآن يختلفون على الملك ويذبح بعضهم بعضا على الملك أما النص المحكم فكما قال الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات فصل المقال أن ما قال الله وقال رسوله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينة قال عليه الصلاة والسلام وهذا من عظيم وحي الله إليه قال سيكون اختلاف وفرقة أين المشيخات أين الأحزاب والفرق التي ذبحت وخربت ودمرت قال سيكون اختلاف وفرقة قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يحسنون القيل ويسيئون الفعلة اسمعوا يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء اسمعوا التأويل قال يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم بهذا خربت ديار المسلمين بهذا رحلنا إلى الله قتل المسلمين بالتأويل بالرأي بالمذهبيات هلكت هذه البقية الباقية من هذه الأمة بالرأي والتأويل أحرز عليكم أحرج عليكم بعد 1400 سنة أن تقولوا في هذا الدين غير قال محمد لا يقول أن أحد في هذا الدين غير قال محمد لا تنفخوا في الأشياخ ورب العالمين ما قتل المسلمون إلا بعد النفخ في الأشياخ والنفخ في رأي الأشياخ ومذاهب الأشياخ والطوائف والفرق لو أن الأمة بقيت على ما كان عليه نبي الله ما قتل عثمان ولا قتل علي ما ظنكم برأي تأوله أصحابه قتلوا رجلا كعلي قتل عثمان رغبة الدنيا قتلوا عثمان للدنيا قتلوا عليا تأويل القرآن كفروا عليا لا تأسوا لا تأسوا إذا انتهى بالناس اليوم بعد تأويل الرأي أن يقتلوا ضعفاء المسلمين قتلوا عليا رابعة أربعة زوج بنت نبي الله جد من ينتظر المسلمون قتلوه تأويل الرأي في صلاة الفجر بما بالرأي والمذهب بالرأي والهوى الهوى وثن قال تبارك اسمه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هذا هو الذي قتل الأمة قال عليه الصلاة والسلام حدثاء الأثنان سفاء الأحلام يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم هذا هو التأويل قال المليك قال تبارك اسمه في البقرة وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ما قالت تقتلون إخوانكم ما قتل مسلم مسلمة إلا وقد قتل نفسه كل مرة كما قال الله تقتلون أنفسكم كتل عثمان ثم كتل علي ثم افتتح على المسلمين نهر الدم وباب الفتنة بالرأي وشهوة الدنيا أن يقتل الرجل على ملك فلان قال المليك قال عليه الصلاة والسلام يأتي المقتول يوم القيامة يحمل رأسه بين يديه يجر من قتله عند العرش يقول للجبار الذي على العرش سل هذا فيما قتلني قال فيما قتلته قال على ملك فلان هذا الذي أدى بالمسلمين إلى هذا أين ذهبت الآيات هم الذين يحدثون علماء الرأي والمذهب الذين قالوا قال عليه الصلاة والسلام أي بلد هذا البلد الحرام أي شهر هذا الشهر الحرام أي يوم هذا يوم الحج الأكبر قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلوم وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة اللهم إنا نشك إليك عمل الرأي والتأويلة والمذهبة والطائفة اللهم رد الأمة إلى عقب نبي الله كما كانت أمة واحدة تحت رب واحد تبارك اسمه المجيد شيخ صلاح الدين بن إبراهيم لا قول بعد قولك ولا فصل بعد فصلك ولا خطاب بعد خطابك مشاهدين إلى أروع الكلم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داوود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين صدق الله العظيم مشاهدين أهلا بكم من جديد لمن أدرك حلقتنا الآن نحن نعالج موضوع فصل المقال في آيات القتال هذه الآيات التي نزلت في مواجهة الفرنجة ومن اعتد على بلاد المسلمين وحولها أعمة الرأي والمذهب والفقه النتني كما يقول إمام القدس الشيخ صلاح الدين بن براهيم إمام القدس أن هؤلاء خطفوا الإسلام من الوحدة إلى الفرقة من التلاقي إلى الفتنة من الوحدة بين المسلمين عفوا إلى الكراهية والتقاتل بين المسلمين شيخ صلاح الدين بن براهيم إمامنا العزيز كنت قد قاطعتك بسبب الفاصل عندما نقرأ للتكفيريين أو لبعض علماء التكفير الذين أنتجوا الفتنة الكبرى في العالم الإسلامي نجدهم يعتمدون على آيات كثيرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا وأيضا أريد نشير أنه عندما وقعت بعض التفجيرات في عمان في الأردن كتب الكثير من العلماء هذا الكتاب تفجيرات عمان في شريعة الرحمن تفجيرات عمان في ميزان شريعة الرحمن واعتبر القتل والانتهاك ظلما فضيعا لكن ما يحدد في سورية اليوم على سبيل المثال مبارك من قبل علماء الرأي كما شرت وهم الذين يدعون إلى قتل العلويين وقتل المسلمين والدرك والجيش وتدمير البنى التحتية والحسينيات ما هو القول الفصل في هذه المهزلة الكبرى في العالم الإسلامي إمامنا الشيخ صلاح الدين بن براهيم عياكم الله تبارك اسم الله الملك المجيد ليس بعد كلام الله كلام وليس بعد نبي الله الذي أنطق بالوحي كلام قال سيكونوا يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم إذا قرأوا آية فيها أمر بقتال فتنزلوها لأنفسهم فما يمنع فلانا وفلانا أن يقرأها ذاتها ويتنزلها لنفسه عليهم إن كان لكل قارئ قرأ آية قتال أن يأخذ بها فيقتل أخاه فما بال الآخر لا يأخذ الآية ذاتها ونفسها فيقتل بها ذاك الشيطان إنما نزل القرآن فصل مقال رحمة بالمسلمين وفلاحا للمسلمين ونجاة للمسلمين وإيم الله ما فيه آية قتال إلا على الكافرين الذين كفروا محمدا وابن مريم وموسى بن عمران وإبراهيم وحرموا حلال الله وأحلوا حرام الله أولئك الذين أمرنا بقتالهم الذين كفروا الأنبياء وكفروا المرسلين بين المسلمين لا سيف قال عليه الصلاة والسلام من حمل علينا السلاح فليس منا فقولوا للذين يقرؤون القرآن وينكرون أحاديث محمد لستم منا في شيء ولستم من الله في شيء ولستم من رسول الله في شيء يقرؤون القرآن فأينما قال نبي الله قال من حمل علينا السلاح فليس منا قلنا من قبل إن جاز له فجاز لنا إن جاز لنا جاز لغيرنا كما قلت أخي مشايخ الضلالة والرأي ورأسهم وشيطانهم كبير اتحادهم سمعته قبل أسبوع الآن يدعو إلى النفير العام إلى نفير بغير إذن لا تستأذن فيه الزوجة زوجها ولا الولد أباه إلى ظننا أنها بيت المقدس أن يسترد مما هو فيه فإذا به يحول هذاك الشيطان إلى الشام قال أن الجهاد اليوم فرض عين في الشام أي شيطان هذا أنا الآن حتى لا أكذب الله ولا أكذب المرسلين حين دخلت ابتدأت سماعا أحد الزملاء والضيوف كان قال أكثر من مرة تفسير العلامة فلان تفسير العلامة فلان تفسير العلامة فلان لا تفسير إلا تفسير نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إن أعجبك فلان فقد أعجب غيرك فلان وإن أعجبكم فلان فقد أعجب غيركم فلان يوم بعد دم فليس إلا دين نبي الله ليس إلا هذا التأويل لا تنفخوا في المشيخات ذاك الرجل جعل الجهاد العينة الذي لا يستأذن فيه على سوريا بما؟ بالرأي أكفروا الرأي الرأي وثن قال عمر بن الخطاب اتهموا الرأي على الدين اتهموا القرضاوي على دينكم اتهموا كل ذي مذهب على الدين إنما الدين هذا الكتاب نصا تنزيلا بغير تأويل إذا قرأوها علينا قرأت عليهم إذا قرأوا الآيات على صلاطينهم وأمرائهم وحكامهم لما لا يقرأوها حكامهم عليهم نعم شيخ صلاح الدين بن إبراهيم مشهد إسلامي مقلق ومربك كان علماء الملة الإسلامية يوحدون ولا يفرقون كان علماء الربانيين يجمعون ولا يفرقون دكتور محمود خليل مبدئيا كيف السبيل للعودة إلى الهدى كيف السبيل للعودة إلى القرآن الجامع كيف السبيل للغاء اللون الأحمر في العالم الإسلامي وجمع النفوس والكف عن الدبح والقتل بات القتل سيد الموقف العنوان العام في العالم الإسلامي والمصيبة أن القاتل ينطلق من آي الرحمن كأن هذا الذي كتب عليه الرحمة كتب عليهم أن يدبح وكتب على نفسه الدبح هذا الذي يقول أن الرحمن الرحيم جعل منه جزارا ذباحا سرق الإسلام دكتور محمود كيف نعيده إلى دائرة الرحمانية إلى دائرة المودة إلى دائرة الحب الإلهي المطلق عفوا أخي يعني أنا كان بودي أن أتعرف أولا قبل الحلقة إلى الشيخ صلاح الدين ابن إبراهيم وهي فرصة أن يعرف نفسه في حدود نصف دقيقة عفوا لأنه لا يمكن أن يستساق أن أتهم رجل بحق موازن القرضاوي بأنه شيطان أو أنه كبير اتحادهم نعم دكتور محمود خليل أنا أعرفك الإمام صلاح الدين ابن إبراهيم عالم مقدسي جليل رجل دو منهج في التفسير يفسر القرآن بالقرآن والحديث بالحديث جامع للمنقول والمعقول شهد له بالعلم كبار علمائنا في العالم الإسلامي وهو واحد من كبار الدعاة إلى الله ومن كبار الدعاة إلى تحرير فلسطين الشيخ صلاح الدين ابن إبراهيم لا يضره إن قلت من ذا يكون فالذي يعمل في حقل الدعوة الإسلامية يجب أن يعرف كل الأفكار إذا كانت قنوات عربية تركز على بعض الدمويين من الفقهاء فهذا لا يعني أن الأخيار غير موجودين في العالم الإسلامي تفضل لكن مع ذلك أترك الشيخ صلاح الدين يرد عليك في مسألة القرضاوي وفقهاء الفتنة والدم كما يسميهم وأنا أنقل هنا ما يقوله إمام القدسي صلاح الدين ابن إبراهيم طيب ماهلا حتى أرد لأنه لا يمكن أن يفعله تفضل صلاح الدين شيخنا أنا لم أرد ها قد رأيت دكتور يحيى ها قد رأيت الآن لا يهمنا أين ذهبت أنهر دماء المسلمين وصار المجلس دفاعا عن رجل أي كان القرضاوي أو غيره إنما يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال أنت تعلم هذا من حدث بغير آي القرآن وحديث نبي الله فليس بشيء ولو أن جارية حدثت بالكتاب فقد غلبت قال أصحاب نبي الله من حدث بالقرآن فلج فإذا القرضاوي أتانا بالقرآن فنعم ما أتى به وإلا فقد كذب الله وكذب المسلمين أنض الحلقة في مصلحة المسلمين أنض الحلقة نصيحة للمسلمين خلي عنك القرضاوي يمقانا ونلقاه يوم الدين دافعا حرمات المسلمين دافعا حمى نبي الله دعا عنك الرجل نعم دكتور محمود لو نبقى في سياق الدفاع عن بيضة الإسلام الإسلام اليوم أو بيضة الإسلام تحطمت بالكامل وبتى المسلم يقتل المسلم وقبل أن يجز رقبته يكبر ويصرخ الله أكبر ثم يدبح الله أكبر ثم يدبح كيف نوقف هذا الذبح بسم الله الرحمن الرحيم هذا السؤال أولا يا أخي الكريم عفوا أول يا أخي الكريم ما طرحه الشيخ صلاح بن إبراهيم مناقض لكل ما استقر عليه علماء التفسير أنه يقول ليس هناك تفسير إلا تفسير مقلبك دعك لا نشتغل بدماء المسلمين دعك مما استقر عليه الناس بعد نبي الله حرام عليكم نأوذي للموضوع نأوذي للموضوع تكلموا في الحمى لا يجيد الصياح إلا فاقد الدليل لا يجيد الصياح إلا فاقد الدليل لا دكتور محمود إذا سمحت نرجع إذا أردت محاجة تنفى حلقة غيرة تعالي لنا دعك تكلم في الحمى تقبل يا شيخ صلاح إذا خالفتك في الرأي أن أرقمك بأنك شيطان كما رقمت العلام القرضاوي والله لا أنتصر له لكني أنتصر الحق الذي يحمله إذا كان رأيي تكذيب نبي الله فقل إني شيطان أنا الشيخ صلاح الدين إذا سمحت وما يصنعه بشار بالشام هو الذي يستنفر معيّة العلماء يا دكتور محمود أنتم نخبة الأمة في العالم الإسلامي يا دكتور محمود أنتم نخبة الأمة في العالم الإسلامي دعني أعيد صياحة السؤال بطريقة معينة رأيت بما يتاتلوني على اسم رجل هناك علماء في العالم الإسلامي فتحوا حنفيات الدم كيف ينظر لهم الشرع الإسلامي؟ ديني فرصة تفضل منحني الفرصة منحني الفرصة لكن أجبني في سياق السؤال يرحمك الله لا نحول الحق إلى الحق يا أخي انتظر حاضر في صميم العلم ما قاله ضيفك الكريم مناقض لكل ما استقر عليه من تناول علم التفسير من الشيعة والسنة دعك من هذا الكلام واشتغل بنصيحة المسلمين أنتم نقضتم النبوات دعك من هذا أنا ما جئت لأسمع هذه القرآة يا دكتور محمود أجبني في مسائك يا دكتور محمود يا أرجوه أولى بها إتوني أنا ما جئتني وحاجج أحداً على ما استقر عليه المشيخات أنا مارك دكتور محمود يوجد علماء يوجد علماء داعوا إلى القتل والقتال يعني أجبني عن هذا أرجو أن تمنحني الفرصة أرجو أن تمنحني الفرصة وأن يستمع الشيخ صلاح ويرد دون دخولك الخاص ده سمعت أجبني عن هؤلاء دون نعم هما أنت تتحدث في حرمة المسلمين أو الأودانة يا مولانا أسمع الله يصلح حالك أنتم نقضتم نبوك النبي لا تحدثني بما استقر علي أشياءك حدثنا بما جاء به نبي الله إذا أنكرتم السنة فقولوا للناس دكتور محمود أجبني العلماء يا دكتور محمود يعني أنا أسألك سؤالا بسيطا واضحا جدا يقولوا أن القرآن والسنة هناك علماء دعوا إلى تفجير العالم الإسلامي دعوا مواطنين إلى مقاتلة الشرق أنا سمعت السؤال عشرين مرة أجبني يا سيدي أنا سمعت السؤال عشرين مرة إذن يلتازم الشيخ صلاح الصم أجبني يا حمد الله يلتازم الشيخ صلاح الصم أجبنا فيما سألناك أجبنا فيما سألناك وسوف نعيد الحلقة إلى ثوابها نحن هنا في فصل المقال في آيات القتال وليس في فصل المقال في الدفاع عن الرجال لسنا في فصل المقال في الدفاع عن الرجال لأنه يوجد رجال في عدم تكبير الرجال يحتاجون إلى ستين مليون لعنة يحتاجون إلى مليار لعنة لأنهم نشروا فتنة في العالم الإسلامي لأنهم أدمن قلوب المسلمين لأنهم أسألوا الدماء في خط طنجة جكرتة يا سيد العزيز ما شاء الله خاص أقم الصلاة أنت سأل وأقب وخطبت وأكمل وأنت تريد أن ترد على الشيخ أجبني على سؤالي فأصمت تعرف تهدي أعصابك إذا تسمع يا سيدي أولا فصل المقال حاضرة فصل المقال في آيات القتال يخطئ من قال إن آية القتال منسوخة لأن القرآن له قال تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير الإسلام من هذا دعوي وما جاءت آيات القتال إلا لحماية الدعوة بوضع آفاق واسعة وإزالة العراقيل القتال في الإسلام ضرورة وليس شريعة ضرورة شريعة القتال عند بني إسرائيل فقط أما القتال عند المسلمين كتب عليكم القتال وهو كره الله نعم يا دكتور محمود فقط فقط سواء لا تتم يا مولانا أنا متخرج من جامعة الأزر وعين شمس والقاهرة إسمعني لو سمع اللي بتقوله ده مش علم إسمع يا أخي دكتور محمود دكتور محمود أنا أريد أن أسأل يا دكتور وأن أحترمك يا أخي أديني فرصة جاوب أديني فرصة جاوب أنا بيكلم في صميم العلم لا لا في صميم العلم إسمعني يا أخي القتال هل هو ضد المسلمين أو ضد الكافرين القتال ضد المن يعني أي قتال ولمن إذا كانت هناك فئة باغية من المسلمين والمؤمنين واجب قتالها سأعود إليكم ضيوفي أهل كرام من باب تهدئة الوضع ولكن لا يمكن أن يقبل المسلمون بأي رجل يسيل دماءهم فكل من يسيل دماء المسلمين هو فاجر كافر بكل صراحة ما رأيك فيما جرى بينهم بكل صراحة وضوح ما حصل بين الأخوين في هذا المجال الذي تسألهم فيه فهو لا يصب فيما نحن نجتمع عليه المراد أن نوجه عبارة واضحة في هذه المسألة فإن بغت أمة أن تعددي على أمة فقاتل التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله أقول لهؤلاء الذين يأخذون من كلام رب العالمين غير صحيح منافي لما جاء به القرآن الكريم وحدث به رسول الله عليه وسلم لأن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده المسلم من سلم الناس من لسانه ويده ما يحصل من هذر المسلمين في كل مكان كان في سوريا أو ببلاد أخرى فمطلوب أن نعرف من هو على حق من هو على باطل ما يقوم به من هذر المسلم من هذه الأمة ويدعون الإسلام من الكفر هذول الإرهابيين الوهبيين فهو مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى لكن شيخنا منذ بدأنا الحلقة نحن نتحدث عن الرؤوس المدبوحة عن الأجساد الممزقة عن قطع الأيدي عن شيء الرؤوس ولم يتحرك حد ذكرنا رجل واحد وذكره الشيخ صلاح الدين فاهتز حفظه الله الدكتور محمود هل هذا الرجل بكل صراحة ساهم في الفتنة الكبرى في العالم الإسلامي؟ لا شك أن هذا ساهم في الفتنة ما بين المسلمين بهذر دمائهم لأن العلماء ورثت الأنبياء في علماء صلاطين في علماء مؤمنين العلماء الصلاطين اللاخذين يأخذون أمرياتهم من أعداء هذه الأمة وليس من القرآن الكريم ولا من سنة رسول الله رسول الله سلام لأن دم المسلم أعظم عند الله من هدم الكعبة كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لذلك يجب علينا أن نقف كلنا سويا علماء هذه الأمة الذين يفسرون القرآن الكريم كما هو مطلوب حقيقة أن يقفون في وجه هؤلاء الذين يغيرون معنى القرآن الكريم ومعنى آيات القتال الذي موجود في القرآن الكريم وماجه بها رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم محدثنا إليه لكن الشيخ صلاح الدين يتحدث من فلسطين لم نسمع هؤلاء العلماء يفتون بوجوب الجهاد في فلسطين بل على العكس من ذلك عندما قتل سفراء أمريكيون اعتبروا ذلك انتهاكا لشرع الله وتدميرا لجبرائيل وزعزعة للمفهوم الإسلامي لكن عندما يقتل ملايين المسلمين إلى أن سئمنا منظر الدماء هنا وهناك لا يقتل إلا محمد وخالد والحسن والحسين وعلي وبكر وعمار وما إلى ذلك هؤلاء العلماء لا يتحركون متى ننزع الشرعية عن أمثال أشباه العلماء إن صح التعبير إن اجتمعت هذه الأمة على ما جاء به القرآن الكريم في كتابه العزيز واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكما جاءت الآية الأخرى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إذا أردنا العباد لله سبحانه وتعالى أن نتمسك بما جاء به القرآن الكريم ودلنا عليه وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بعلم الحقيقي الذي دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نقاتل من؟ نقاتل أعداء هذه الأمة الذين يريدون أن يجعلوا الفتنة ما بين هذه الأمة الإسلامية ما بين سني وشعي ما بين علوي وآخر فهذا الذين يعملون به حتى يفرقوا هذه الأمة لذلك أقول لعلم أهل الأمة أن يتحدوا على ما جاء النص القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى إذن توافق الشيخ صلاح الدين ابن إبراهيم على ما ذهب إليه أن علماء الإسلام أو كثيرا من علماء الإسلام هم صهاينة بعمائم أزهرية أو بعمائم زيتونية أو بعمائم إسلامية لا شك مما قاله هذا هو الصحيح لأن هؤلاء لمن يفسرون الآيات عن غير حقيقتها يذهبون بذلك طبعا الله سبحانه وتعالى وقال في كتابه العزيز يخاطب هذه الأمة من علياء يهو الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة هؤلاء العلماء من؟ يوسفني أن أقول أن باراك أوباما اليوم صار صحابيا جليلا وبرنار هنري ليفي صار من المبشرين بالجنة وبني أمين نتنياهو صار قرة عين بعض المسلمين الذين أنهوا الخصام بين الصهاينة والمسلمين وأججوا حربا في العالم الإسلامي شيخ صلاح الدين ابن إبراهيم لكن هؤلاء العلماء المتصهينون كما ذكرت خطفوا العقل الإسلامي وخطفوا المشاهد الإسلامي وباتت الساحات الإسلامية متفجرة بالكامل ولا أحد يضع لهم حد خطفوا المرجعية الإسلامية باتت المرجعية الإسلامية محصورة فيهم خطفوا الفهم الإسلامي الصحيح وفوق هذا وذاك داسوا على آيات الوحدة وفجروا آيات من بنات أفكارهم الشيطانية وفي النهاية انفجر العالم الإسلامي اليوم كيف نعيد الإسلام المخطوف من كنف هؤلاء إلى كنف صحيح الإسلام كيف نعيد الإسلام المسروق من أفواه هؤلاء إلى فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام المعلومة التي يدندن فيها الأزهريون ودارسوا الشريعة أنه لا ينصلح آخر هذا الأمر إلا بمن صلح به أوله من صلح أول هذا الأمر إلا أن جماعة الأمة كانت تحت نبي واحد على كتاب واحد على رب واحد فلما صار لها أشياخ ومذاهب وآراء صاروا إلى الدم والفرقة وما ترونه فلن ينصلحوا حتى يرجعوا إلى ما كانوا عليه أول مرة كلما نفخ رجل بشيخه ونفخ الآخر بشيخه صاروا إلى منتهوا إليه ما تعلمون هذا الذي سمى نفسه بالسنة وهذا الذي سمى نفسه بالشيعة وهذا الذي سمى نفسه بالحنفي والمالكي والأشعري والجعفري حتى قتل بعضهم بعضا حدثوني يوم كان علي وعثمان وعمر وأبو بكر وفوقهم نبي الله كان من هذا شيء بهذا أفلحت الأمة لن تفلحوا حتى ترجعوا كما كان الأمر على أوله أقول حين بدأ واستنطق الآية التي في الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أولا أخي للدارسين في الأزهر وفي غيره نقول أولا نهانا نبي الله إمام المتقين أن يقاتل الناس إمامهم وسلطانهم فهذه الآية لينبغي لها أن تكون بين الناس وسلطانهم لأن الآية أصلا نزلت على ما قال نبي الله قالوا له أفلا نقاتلهم قال لا فإذا قاتلت الأمة أميرها فليسوا في الآية أبدا ثم الآية على من ينفذ أمر القتال من الذي ينفذ أمر القتال يا أزهريين من الذي ينفذ أمر القتال إلا السلطان فإذا رأت بعض جماعاتكم أنها تنفذ الأمر رأينا مثل ما رأوا ورأى غيرنا مثل ما رأوا ثم انتهت بيضة الأمة وانتهى الدين بالرأي والهوى ووثن المذهب هذا الذي جر على الأمة ما جر وأيم الله إن الأمة تنتظر نبيا ينزل من السماء وتنتظر ابن فاطمة وابن علي وليكون حتى يدعوا رأيا جعلوه على نبي الله وعلى وحي نبي الله حتى دفعوا ثمنه دما على دم على خراب على دمار لن يفلحوا حتى يرجعوا إلى ما كان إليه الأمر الأول أقول لكم ويسمع كل الدارسين والمشيخات الذي سألنا من أنت أقول لكم إن من قرأ القرآن كما قال حذيفة فلج ومن احتج بالقرآن فلج فلا تحتج علينا بأحد بعد نبي الله لا نحتج ولا نقبل أبدا وخسر من احتج علينا بغير الكتاب أقول لكم الآية التي احتج بها ويحتج بها كثير من الذين قتلوا المسلمين كما قال نبي الله يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام قال الله في سورة المائدة قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يقرؤون هكذا فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون سألوا الأزهريين وكل العلماء أين قال الله فأولئك هم الكافرون وتلكم أشد الآيات وقعا وتنزيلة قالها في العلماء والأحبار الذين بدلوا السنن قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون أي ويحكم بها الربانيون والأحبار بما استحفظوا أمانة من كتاب الله فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا الكلام للأنبياء والأحبار والربانيين والعلماء أولئكم إن لم يفعلوا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فقبل أن تكفروا حكامكم وولاتكم أنتم الذين بدلتم السنن جئت تدافع القرضاوي وغيره أين ذهب بسنن نبي الله أين حديث نبي الله لو أن أهل السماوات أين حديث نبي الله قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم ركابة بعض بدل لنا السنن والدين ثم تقيمون له الشأن والحرمة الشيخ صلاح الدين أذهب إلى فاصل ثم أعود إليك ضيوف العزاء أرجو أن تبقوا معنا حسبنا الله في الدماء التي تسال صباحا مساءا في العالم الإسلامي إلى أروع الكلمي بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قر كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله العظيم مشاهدين أهلا بكم من جديد خطاب التكفيريين الذي يعتمد على آيات القتال تبين أنها آيات نزلت في محاربة الكافرين وفي وضع خاص لكن لما اشتبه الأمر على المسلمين واختلط الحابل بالنابل وصار من لم يقرأ إلا ربع قصيدة شعرية مفسرا عملاقا ضع القرآن واختلط القرآن بالبهتان وكانت النتيجة دماء في العالم الإسلامي مشاهدين كيف يمكن للذي أوجد الحياة وهو واجب الوجود الله تعالى أن يأمر بإزهاقها كيف يمكن لمن قدس النفس البشرية وجعل النفس البشرية جزءا من روحه أن يأمر بأخذ هذه الروح أليس هذا تناقض صارخ في خطاب التكفيريين دكتور محمود أود أن تفسر لي لماذا تعش الفكر التكفيري القتالي بين المسلمين هذه الأيام عظيم جدا داف الصميم انتشر الفكر التكفيري ونحن نرفض التكفير جملة وتفصيلا كل من نطق الشهادتين له علينا عصمة الدم وبراءة الذمة إلا أن يثبت فعله غير ذلك القهاد في مصر لما عملوا مشاكل أحسنوا إذ راجعوا أنفسهم وأخرجوا خمسة كتب إعلام الإنباء فيما وقع فيه الجهاد من أخطاء لكن نقول أن القهاد يظل شريعة ماضية ما أقيم الدليل على وجوب القتال متى يجب القتال؟ يجب القتال إذا علت الأمة أحكام الكفر وسيطر أمراء الضلال واجب الخروج عليهم شرعا حتى وإن سكتت الأمة جميعا كما خرج الإمام الحسيد وإلا بالله عليك العلامة علامة الشام ولا أدري من أين أتى هذا العلامة الذي أخطأ تسعة أخطاء لغوية في كلامه تسعة أخطاء يقول الجهاد لغير موجوده آت القتال غير موجود فلما خرج آل البيت جميعا لما خرج محمد النفس الزكية لما خرج زيد بن علي لما خرج الإمام الحسيد وأقرت الأمة خروجهم وإن من أهل الحل والعقب من قال وددت لو كنت معهم إذا سيطر علماء الضلال أو عفوا أمراء الضلال رقم اثنين أن يعطل حكم الله أفلا نناجزهم يا رسول الله قال لا ما أقام الصلاة فيكم لكن إذا عطلت الصلاة إذا أتى المغول والتتار الأمة كلها مسلمة لكن علاها الياسق وعطل القرآن واجب القتال شرعا رقم ثلاثة وهذا هو المهم تعطيل الحكم واقعا لا يجيز تعطيل الحكم شرعا على سبيل المثال أنا لا أستطيع إخراج الزكاة خلاص لا تجب علي هذا واقعا لكن أبقى مؤمنا أن الزكاة فرض خامس في الإسلام الركن الثالث منهدم والناس تموت من الفقر الردة عادت وأسفا أين الصديق أبو بكر رقم أربعة وهو المهم أن القتال العام لا يجوز بغير النفير العام الأمير العام لكن إذا تعطلت الأمة عن نصب الأمير العام جيسيكس بيكو 1916 وأسمن دي إيران ودي العراق ودي السعودية وبين كل بلدين حطوا مشكلة حلايب وشلاتين المنطقة الحدودية واحد جغبوب وأعدنا كالغربان المتناقشة هل هؤلاء هم الأمراء الذين يجب عليهم أن نعلن النفير العام أنا أسألك هل دماء القزافي أو دماء أمثال بشار أو دماء أمثال سين أو صد من الناس معصومة شرعا شيخ صلاح الدين هو الرجل يا أخي يعني يكفرون أنفسهم هو قال من قال لا إله إلا الله هو قال من شاهد أن لا إله إلا الله عصم دمه الآن يرتد ويكفر نفسه ويرتد على نفسه ألم تقل أن من شاهد أن لا إله إلا الله عصم دمه القرضاوي الذي كت أن تسجد له حرم دمه قال بعدها إنه مسلم أمر بقتله ثم قال لا تمثلوا به إنه مسلم قال لكم نبي الله أنا الآن سأقرأ عليك حديثا يا أزهرية لأنكم الظاهر تعرفون الشعر واللغة الساقطة ولا تعرفون الحديث والقرآن في مسند أحمد بسند صحيح أتى صاحب لنبي الله ليس أزهرية قال وأصر للنبي أن يقتل المنافق فلانا قال عليه الصلاة والسلام واسمعوا يا مشايخ يا أزهريون اسمعوا قال له أليس يشهد أن لا إله إلا الله قال له الصاحب ليس الأزهري قال بلى ولا شهادة له كما تقولون اليوم قال أليس يصلي قال بلى ولا صلاة له قال عليه الصلاة والسلام أولئك الذين نهان الله عنهم القذافي قام يصلي هذا الذي تسأل عنه ويكيدكم قام يصلي كفروه خالفوا نبي الله جهار النهارة وقولوا كما قال الكاساني انتلأت كؤوسنا بالدم وتحتج علينا بعد القرآن والنبوة بالكاساني ارجع إلى مسند أحمد قال أولئك الذين نهان الله عنهم قال لأسامة بن زيد أقتلته وقد قال لا إله إلا الله إن جئت تحل لهذا كما سألك الدكتور يحيا وأمراءك الذين سكتت عنهم والأصل أن لا يخلعوا هذا الفقه الذي ساقه الآن أنهم يخلعون هذا ليس فقه محمد عليه الصلاة والسلام هذا تحت نع لنبي الله قالوا لنبي الله كما صح عنه أفلا نقاتلهم قال لا كان تكلم عن أمراءه قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قالوا أفلا نقاتلهم قال لا خلوا عنا شهواتكم وآراءكم وأوثان الهوى والرأي والمذهب عندنا رب وكتاب ونبي ورب العالمين لن نخضع لكم حتى ينزل ابن مريم أو يخرج الذي وعدنا به نبي الله فتخرس الأنس والآراء والمذاهب وإن ذلك كائن كما بعث الله نبي الله أسكتوا لا تتحدثوا إلا بالقرآن والنبوة يتحدثوا على ما أقره المشيخات حدثني عن شيء يقره المشيخات ليس نصا ولا قرآن لولا أنهم اعتبعوا فلم يجدوا في القرآن والسنة لم استقروا على غير القرآن والسنة كم مرة قلنا لكم قوموا أنا آسى عليك أخي الدكتور أنا ما جئت لأصمع هذا الخبث وهذه الدناسة باع على كلام نبي الله عليه الصلاة والسلام قلنا لكم وما زلنا نتكلم بيننا وبينكم هذا الكتاب وهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال من شهد أن لا إله إلا الله هذا يريد أن يدفع بها على القرآضاوي ويريد أن يقتل بها حكام المسلمين شهادة أن لا إله إلا الله عصمة الدم هذا معلوم فبما قتلتم أمراءكم بصيد قطب وأراء المذاهب والمشيخات إذا قال مالك رد عليه الشافعي إذا قال أبو حنيف خالفه أحمد دعوا لنا أحمد النبي وحدثونا بالسنن تكلت أمهات الناس أبنائها إن خالفوا هذا النبي لا نريد شنشنات في هذا الدين بما جلبوا علينا أنا الآن في فلسطين في بيت المكنسة دكتور يوسف القرآضاوي صار الجهاد في الشام جهاد عين إذا خرج الناس من سيقتلون في الشام الجيش السوري جله من أهل السنة الذين أنت منهم من الذي يقاتل فيها بقول لك الدكتور الأنزار لأنه لم يخرج من البلاد أليس عندك هاتف ألا تقرأ الصحف ألا تسمع ما يجري نعم دكتور محمود ألا تسمع ما يجري في العالم الإسلامي يعني بدل أن يلجأ بعض علمائنا إلى التفريق وصب الزيت في النار وإذا كانت عندهم شهوة الرقاب المدبوحة والدماء المسكفوكة والأجسام المقطوعة فليوحدوا هب أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وجد بيننا اليوم صلى الله عليه وسلم هب أن محمد بعت من قبره في المدينة المنورة اليوم هل كان سيدعو إلى جاهلية أم سيدعو إلى وحدة هل كان سوف يوحد بين المسلمين كما وحد بين الأوسي والخزرج والأنصار وبين المهاجرين أم أنه سوف يقول هيا أيها المسلمون هيا القتال اتباحوا بعضكم بعضا ولينتهي العالم الإسلامي في جهنم وبئس المصير كيف سيكون مولد محمد بن عبد الله دكتور لو جاء محمد صلى الله عليه وسلم لو جاء محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي بفكرة فلساعة عشرين مرة بقى كفاية سألت سألت لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم لقال دعوها فإنها منتنة ولقال أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم أدعو لفتوى مجمعية تخرج من قم المقدسة كما تخرج من القاهرة من الأزهر كما تخرج من مكة المكرمة كما تخرج من ربوع العلم بالشام بالمسجد الأموي فتوى مجمعة تبدي الرأي فيما يدور في ربوع الشام وأن يوقع عليه حتى لا نرى فتنة حتى لا نرى علامة العصر الذي تعلمنا عليه كبرى اليقينيات الإيمانية العلامة سعيد رمضان البوطي يقتل في مثل هذه الفتنة ولم نتبين من الآن أصاب من الخطأ فتوى مجمعة تقول للضارب كف يدك تقول للظالم توقف تقول لحاكم الجور تنحى تقول للفرق الخارج عليه رفعنا عنكم الظلم فكفوا أياديكم تقول للضحايا والمسلوبين والممزقين والعرايا والمهجرين جاءكم الإسلام بالأمن والأمان وعصم دماءكم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا عودوا إلى دياركم آمنين إما ونصلاح الدين السماوات والأرض أعطيلي دقيقة أهون عند الله من قتل امرئ بغيرنا جليل الشيخ صلاح الدين تفضل الكلمة لك دكتور يحيى دقيقة تفضل بورك فيكم أختم بهذا اللهم من وراء هذا المسجد الأقصى وهذا البيت المقدس من عنده أبرأ إليك من كل من حمل علينا سلاحة أبرأ إليك ممن فرق جماعتنا وخرب ديارنا على أي أمر كان أشهد أن الدين ما قال نبي الله وحمله أصحابه من بعده حصرا ولا دين بعد هذا ولا رأي ولا مذهب ثم أزيد أقولوا يا أمة محمد ليست هذه بحربنا يا أمة محمد ليست هذه بحربنا كفوا أيدياكم واقعدوا لصلحكم أسمعوا أنا لست كأخينا أنا أسمع ماذا يجري وما يراد بلبنان وما يراد بالشام بين السنة والشيعة اليوم أقول للسنة والشيعة اسمعوا نصيحة من البيت المقدس اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين إننا ننتظر رجلا من عطرة نبي الله عليه الصلاة والسلام خارج لا محالة وإن الله ناصر من نصره فلا تقتلوا بعضكم على آراء بعضكم اصبروا لأمركم اقعدوا لصلحكم اقعدوا لرشدكم لا تطيعوا الكذابين خلوا الرأي والهوى عندنا حديث وسنة لا تحدثوا بالمذاهب والطائف والمشيخات لا تنصروا أحدا على نبي الله لا تقولوا قال فلان وقال فلان أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أقول لكم قال أميرنا الصالح بعدما كتل أميرنا الصالح علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ذات العمل على ذات الرأي على ذات التأويل على ذات الشبهة قال عمر من قبله أخاف عليكم رجلين رجلا قرأ القرآن فتأوله على غير تأويله فقاتل عليه ورجل رأى نفسه أولى بالملك من صاحبه فقاتل عليه إنكم الساعة فيما خشي عليه الصديقون فيما خشيه الصديقون رمر وعلي وإن الله تبارك اسمه قاض أمرا كتبه فلا تستعجلوا أمركم ودمكم عند ربكم الإمام صلاح الدين ابن إبراهيم العلمة المقدسي شكرا جزيل لك وجعل الله تعالى هذه الكلمات الرائعة في توحيد المسلمين في ميزان حسناتك وبالتأكيد أنا متيقن أنك ستلقى ربك وأنت جامع للمسلمين ستلقاه بكل طمأنينة أما الذين فرقوا بين المسلمين ودعوا إلى قتل علماء من أمثال الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي فسوف يأتيهم القتل بعيد حين الدكتور محمود خليل شكرا جزيلا لك العالم الأزهري الشيخ شريف ظاهر شكرا جزيلا لك مشاهدين وصلت حلقتنا إلى تمامها إلى أن نلتقي نسأل المولى عز وجل أن يكفكف حزن المسلمين أن يوحد بين المسلمين أن تتوقف هذه الدماء التي تراق صباحا مساء بين المسلمين نسأل الله تعالى أن يهيئ للمسلمين علماء ربانيين موحدين يجمعون ولا يفرقون يكرسون المحبة الربانية والحب الإلهي والعشق الإلهي نسأل الله تعالى أن ينتهي هذا التكفير الذي جثم على بلادنا الإسلامية فتوقف نموها وتطورها وازدهارها نسأل الله تعالى أن يعمى التفكير بدل التكفير في العالم الإسلامي هذا يحيى أبو زكريا يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى أروع الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة